متابعي القناة مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ما تنسى اجتعامنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس بيشتصلكم كل الأخبار الجديدة والحصرية تهم جديدة من العيار الثقيل توجه لرئيس حركة النهضة رجل الغنوشي وتتعلق بتجاوزات مالية زمن توليه رئيسة البرلمين المنحل الاخبار الذي أكدته الأستاذة وفاء الشيدلي في تدوين نشرتها عبر حسابها الشخصي على مواقع تواصل اجتماع فيسبوك أو كشفت أنه تم فجر يوم الأحد قبل انعقاد أول جلسة للبرلمين تأمين أرشيف مجلس النواب من 2014 إلى 2021 وقد قام فريق من الداخلية والدفاع بحصر جميع الوثيق وتأمينها ثم تولت وحدات من الأمن نقلها إلى القرجيني قصد التدقيق فيها وقد تم يوم أمس الثلاثة توجيه ملف يتضمن تجاوزات مالية عن الفترة من 2019 إلى غاية حل المجلس وهي الفترة التي كان فيها الغنوشي رئيساً للمجلس وقد تولت وزيرة العدل السيدة ليلى جفيل إحالة الملف على النيابة العمومية بالقطب المالي والإذن بإزدار البطاقات القضائية اللازمة وفي موضوع آخر وجهت وزيرة العدل ليلى جفيل فريقاً من تفقدية السجون والديوان للوقوف على حقيقة وضعية مساجين قضية التأمر على أمن الدولة وذلك على إثر الحملة الإعلامية التي استهدفت إطارات أعوان سجن المرناقية وقد تبين أن ظروف إقامة المساجين عادية كبقية المساجين وهناك متابعة لوضعيتهم الصحية والنفسية ولا وجود لأي تنكيل أو إهانة هذا وفق ما كشفت عنه الأستاذة وفاء الشيدلي على صفحتها الرسمية بمواقع تواصل اجتماعي فيسبوك وفي موضوع آخر أكد الدكتور جيبر الغنيمي المساعدة الأول لوكيل الجمهورية بسيدي بوزيد والناتقى الرسمي باسم محاكمها أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بشخصين أحدهما عمدة بأحد العمادات التابعة لولاد سيدي بوزيد وإبقاء ثالث بحالة صراح وذلك من أجل شبهة التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل على خلف التلاعب بأعداد رؤوس الأغنام بتعمدها التصريح المغلوط لعدد رؤوس الأغنام التي على ملكهم وذلك بالترفيع في أعدادها بقصد الحصول على كميات إضافية من العلف المدعم بدون وجه حق مما يتسبب في إهدار للمال العام وحرمان آخرين من حقهم في الأعلاف وقد تبين بعد إجراء المعاينات لقطعان الأغنام أن عددها أقل بكثير من الأعداد المصرح بها من قبل المظنون فيهما وسيقع إحالة المحظر لاحقاً على النياب العمومية لاتخاذ ما يتعين قانوناً حال استكمال الأبحاث موسيقى